تصادف هذه الأيام الذكرى الأولى لزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس إلى العراق والتي التقى خلالها الرئيس العراقي برهم صالح والزعيم الشيعي علي السستاني وتعد تلك الزيارة فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام ودعم التنوع الديني والاجتماعي وقد زار قداسته خمسة محافظات عراقية كما ترأس عددا من القدنيس الإلهية وقالت وزارة إعلام الفاتيكان بأن زيارة البابا فرنسيس للعراق كانت مهمة لبناء الحوار بين الأديان والثقافات والشعوب ووصفت لقاء قداسته مع السستاني بأنه على قدر كبير من الأهمية حيث ركز سماحته على ضرورة نشر مفهوم السلام وبناء الحوار بين الأديان على اختلافها وبمناسبة هذه الزيارة أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السادس من أذار من كل عام يوما وطنيا للتسامح والعيش المشترك في العراق